بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني وجينا للفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين يا رب العالمين سؤال ورد إلينا يقول فيه أحد المشاهدين هل يشترط صيام الأيام التسع كاملة أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد إن الأحاديث التي وردت عن سيدنا رسول الله أن العمل الصالح فيها محبب إلى الله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر عشر ذي الحجة من يوم واحد ليوم عشر ذي الحجة يوم العيد بتفطر وبتنحر الأضحية أو بتذبح الأضحية أو الحجاج بينحر الهادي طيب أنا يا عم الشيخ ممكن أصوم اتنين وخميس أو ممكن أصوم يوم عرفة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لو تقدر تصوم من واحد لتسعة هذا خير وبركة إن لم تستطع صم ما استطعت أن تصوم ما يتيسر لك اتنين وخميس أو يوم عرفة لأن النبي سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية على الأقل لا تترك صيام يوم عرفة واحد مريض واحد تعبان بتقدر تصوم اللي يوم عرفة احرص على صيامه لأن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله إلا للحجاج يكرى صيام يوم عرفة للحجيج ليه؟ عشان يقدر يتقوى على العبادة وهو في الحج لأن الحج مشقة عشان يتفرغ للعبادة وللطاعة وللذكر وللدعاء في يوم عرفة لا يصوم هذا اليوم إنما الذين لم يسر الله لهم الحج يصوم هذا اليوم المبارك يبقى لا يشترط أبدا صيام التسع من ذي الحجة ما استطعت أن تصوم منها فصم تقدر تصوم التسعة كاملة خل وبركة ما تقدرش تصومها كاملة صوم ثلاثة أيام صوم الاثنين والخميس صوم يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما يوم واحد في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا يوم في سبيل الله الصيام ربنا يباعد بينك وبين النار سبعين سنة يبقى الإنسان يحرص على صيام هذه الأيام إن كان مستطيعا لو هو مريض أو مسافر خلص ما يصومش الأيام دي إنما لو يقدر يصوم الأفضل أن يصوم لأنها أيام خير وبركة وأما عن يوم عرفة فاحرص على صيامه لأن صيامه يكفر سنة ماضية وسنة باقية سؤال تاني جنة بيقول لماذا الذي يضحي وهو ليس بين الحجاج لا يحلق شعر رأسه ولا لحيته ولا أظافره أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسدد والرشد أن من السنة أن من أراد الأضحية لما يجي يوم واحد ذي الحجة من الفج خلص لا يأخذ شيء لمن شعر رأسه ولا من لحيته ولا من أظافره ليه عم الشيخ تشبها بالحجاج نقول له تشبه بحجاج بيت الله الحرام لأن المحرم لا يأخذ شيئا من شعر رأسه ولا من لحياته ولا من أظافره فبنقول لك تشبه بالحجاج سنة طيب عم الشيخ لو أنا أخذت شيء من شعر رأسي أو لحياتي أنا أعمل في مكانه لازم أحلى أو لازم أقلم أظافري أو شعر لحياتي أو أهذبها أو أقصر شعري ليس عليك شيء لأن الأمر على سبيل الندب تشبها بالحجيج ومن فعله وأخذ شيئا من شعر رأسه أو لحياته أو أظافره فلا شيء عليه والله أعلم نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يجعل هذه الأيام المباركة شاهدة لنا لعلينا لأنها من الأشهر الحرم ومن الأيام الحرم وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام اللهم آمين وصلى الله على الهاد الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة